موسيقى السلام عليكم وحبتي طلبة الصف السادس لهذا اليوم الموضوع اللي راح ناخده هو من الوحدة الثالثة كما نعلم التراكيب الشرطية لدينا 4 نوعات للمشاركيب الشرطية لدينا 4 أنواع للتراكيب الشرطية طبعا الصفحات اللي راح ناخدها بالأكتيفتي حول هذا الموضوع هي طبعا الجمل الشرطية لكل نوع من أنواع الجمل الشرطية تحتوي على جملتين جملة الفي كلاوز و جملة المين كلاوز أو الفي كلاوز والمين كلاوز جملة الفي الشرط نحن نسميها وجملة الرئيسية أو ما تسمى بجملة جواب الشرط و مثل ما قدنا we have 4 types لدينا 4 أنواع لهذا النوع النوع الأول اللي راح يكون هو الزيرو 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 الفي كلاوز راح يكون symbol present أو present symbol يعني مضارع بسيط يعني راح هنا بهذا النوع راح يكون هو التلاعب بالمعاني يعني المعنى راح يحدد إذا كان المعنى حقيقي احتمالي هسا راح ناخدهم بالتفصيل فبالزيرو الفي كلاوز راح تكون symbol present والمين كلاوز راح تكون أيضاً symbol present قبل لا أفوت بحالة الزيرو خلي أجي أسوي مراجعة لزمن المضارع البسيط وبعد ذلك أرجع لموضوعي اللي هو الزيرو ونشوف حالته شنية نعم present symbol المضارع البسيط أو ما يسمى بال symbol present طبعاً القاعدة مالتا لو أجي أوضحها i you we they الفعل هنا راح يكون شنو مجرد he she it الفعل راح يكون plays يعني ما أخذ s football ف i you we they play football فعلى هذا الأساس راح نعرف أنه هذا الفوم للمضارع البسيط المضارع البسيط راح تكون subject فعل بي اس زائد مصدر مجرد أو مصدر مجرد فعل بي اس أو مصدر مجرد زائد تكمله هاي بحالة الإثبات الفعل ياخد اس أو يبقى مجرد طبعاً الفعل إذا مفرد he she it أو أي اسم مفرد الفعل ياخد اس هاي يسموها third person singular اس الشخص الثالث المفرد وإذا الفعل i we they you أو أي اسم جمع plural راح يكون راح يبقى الفعل مجرد زائد نجي لحالة negative or negation النفي doesn't فعل subject doesn't or don't مصدر مجرد زائد هنا ليش استخدمت doesn't وليش استخدمت don't شوقت استخدم does وشوقت استخدم do أيضاً حسب الفعل إذا كان الفعل مفرد he she it أو أي اسم مفرد الفعل ياخد does وإذا كان الفعل جمع الفعل راح يبقى راح يكون do مع العلم بهاي الحالة الفعل الرئيسي يجرد من كل إضافة بحالة الاستفهام does فاعل do فاعل مصدر مجرد question mark هس راح نعرف الفرق بين النفي والإثبات والاستفهام بطريقة السؤال نفسه أرجع أعيدها الفعل إذا أخذ s إذا كان فاعله مفرد وإذا مجرد إذا كان فاعله جمع بالنفي ناخد doesn't إذا الفاعل مفرد و don't إذا الفاعل جمع بالاستفهام أيضاً does للمفرد و do للجمع طبعاً هنا أنا راح نجي نشوف الحالات اللي نستخدم به المضارع الوسيطة نحن نحن what do we have that present symbol is used to express استخدم to express لكي يوضح habits general truth repeated actions or in changing situations emotions and wishes عادات حقائق عامة أحداث متكررة مواقف غير متغيرة عواطف أمنيات كذلك to give instruction or direction لإعطاء التعليمات أو الاتجاهات و آخر حالة هو to express fixed schedule present or future لترتيب الثابت أو للجدولة هنا عندي أمثلة توضح I smoke this is habit I smoke يعني هاي عادة تعتبر هنا نسموك مجرد إذا اللي باللون الأحمر على تبار الآي جمع I work in London هذه in changing situation يعني حالة أنا أعمل في لندن هذه حالة غير متغيرة لندن is a large city لندن is a large city مدينة كبيرة هذه general truth you walk for 200 meters then you turn left هذه to give instructions or directions النقطة الخامسة your exam starts at 9 this is what do we call schedule or schedule يعني عدنا ثلاثين بهذه نأخذها بالوعدة السابعة إن شاء الله schedule or schedule الجدولة الظروف اللي تستخدم لهذا الزمن every اللي موقعة بالنهاية usually always often sometimes generally rarely occasionally هذه موقع حندن الظروف ما عدا every every بالنهاية وبقية الظروف ما بين الفاعل والفعل يعني قبل الفعل الرئيسي قبل الفعل الرئيسي أو بعد الفعل المساعد خليجي نشوف هذه الأمثلة اللي يتوضح الحالة اللي موجودة the train arrive at 8 pm شون نتعاملوا إياه الفعل 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 arrive شون رح يصحح بما أنه بما أنه الفعل مفرد the train مفرد the train مفرد في arrive رح تاخذ شنو رح تاخذ arrives arrives the train arrives at 8 pm هاي تعتبر شنو schedule زين the teacher not come to the library to the library on Fridays يس هذي ش تعتبر هذي تعتبر من العادات أو repeated action repeated action ممكن ما تكرر هذه الأحداث المدرس not come زين بما أنه teacher مفرد حالة نفي شون عرفت أنه حالة نفي من وجود النط فعلى هذا الأساس رح أقول doesn't 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 come الفعل ينزل كما هو الفعل رح ينزل نفس ما هو فالحل رح يكون doesn't come نجي للسؤال question 3 Iraq be be a great state دولة عظيمة B طبعا B من الأفعال اللي بالمضارع البسيط ما تاخد S أو هالتصريف وحتها رح تاخد low is low are low am بما أنه إراك مفرد رح أقول is بما أنه الإراك مفرد رح أقول هنا is is نجي للسؤال الرابع they not be doctors be أيضا من الأفعال اللي ما ياخد does do هذا الوحيد يعني الفعل الوحيد اللي باللغة الإنجليزية الوحيد اللي ما ياخد does do بالمضارع البسيط ياخد شنو هو حداته is aren't am كذلك الفعل can 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 not be بما أنه they جمع رح يصير aren't aren't طبعا القضية الحرف الكبير والصغير هس هنا مو مشكلة بس لكون الطابعة يعني بداية السطر تبدي هي أوحات حرف كبير where you live here we have a question شون عرفت من وجود الفاعل والفعل بين الأقواس لا يوجد علامة الاستفهام إذن الإثبات نجد الفعل وبحده بالنفي نجد النط بالاستفهام نجد الفاعل والفعل بين الأقواس في هذه الحالة شون راح أقول where you live راح أستخدم do or does you راح أقول does أو do هنا راح أقول do ما أقول does do you وشي للأقواس you live where do you live where do you live هذا زمان المضارع البصير هسا اللي افتهمته انه بالإثبات أخلي s أو أبق الفعل مجرد حسب الفاعل بدنا في أستخدم does أو do حسب الفاعل يعني doesn't أو don't حسب الفاعل اللي المفرد واللي الجمع بالاستفهام أسبق ما بين الأقواس أيضا low does low do وأيضا حسب الفاعل إذا كان مفرد أو إذا كان جمع هسا نرجع الموضوعنا اللي هو F الشرطية بحالة الزيرو ونشوف التفصيل اللي موجود عدنا شون صار نعم لدينا هنا zero conditional حالة zero أو الحالة الصفرية طبعا use the zero conditional when the action in the main clause is always true when the F clause is true نستخدم هذا النوع عندما يكون الحدث في الجملتين في الجملة الرئيسية حقيقي ويزامن ويا جملة F أيضا حقيقي الزيرو اللي تعتبر خالية من كل شرط هذه جملة صفرية يعني خالية من الشرط تحدث من يكون الجملتين حتى في آن واحد يعني F close والماني close تحدث في آن واحد زين بنفس الوقت يعني ماكو تسلسل بالأحداث مثلا المي أغلي بدرجة حرارة مية أو أسخنه بدرجة حرارة مية إيش رح يصير؟ رح يصير بغليان يعني If I For example If I heat the water If I heat the water To 100 degrees It boils It boils فهنا يوضح 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 حالة الزيرو هو حالة الحقيقة رح تقول لي شلون ينطيني بين الأقواء الزيرو؟ طبعا لا لكن لازم تعتمدي هنا بحالة شنو؟ أن أفتهم حالات الجمل اللي موجودة طبعا أنا حاصرهم كلهم دني حالات الجمل بمعنى الحقيقة هسا نجي للجملة الأولى أو نجي للقاعدة خلنشوف الف إذا إجدت بالبداية مثل ما شوف قدامك رح تكون زمنها Symbol Present والجملة الأخرى أيضا Symbol Present هاي في حالة إذا الف بالبداية بالوسط كذلك نفس الحالة الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها رح تكون بالSymbol Present أو بالمضارع البسيط number one if you click on this icon the computer save you document زيب رح تقول أستاذ شو نطين هنا بين الأقواص هنا بس مجرد لي تعويض الطالب على حالة الزرع لكن هو بالامتحان الوزاري قل لك corrective بصحة الأفعال خلنجي للمثال الأول if you click on this icon the computer save في هاي الحالة الشين اللي رح يصير you جمع له مفرد طبعا إذا نقرت على هذه الإيقونة الحاسوب رح يحفظ المعلومات أو يحفظ الوثائق مالتك وثيقتك هنا طبعا هذا مبني على الأساس الحقيقة if you اليو جمع فالclick رح ينزل نفس ما هو بدون بدون كل شيء يعني رح يكون رح يكون فعل رح يكون فعل مجرد على اعتبار الفاعل مالتك جمع نجي للمثال الثاني the computer save احنا أرجع أذكر بالمضارع الوسيط إذا الفاعل مفرد أضيف S إذا الفاعل جمع الفعل يبقى مجرد the computer save your document computer مفرد لو جمع طبعا مثل ما أشوف قدامك مفرد إذا الفعل رح أضيف له في هاي الحالة رح نضيف له S فصير saves saves يس خلي باللون الأحمر حتى يكون واضح للطالب يس 2 if you be good at signs if you be good at signs there will be lots of jobs to choose from هنا لو كنت جيدا في العلوم هناك الكثير من الوظائف هذه أيضا تعتبر حقيقة هذه تعتبر حقيقة اليو جمع البي شنو مضارعة البي لو is لو are لو am فهنا بما أنه اليو جمع فراح أستخدم الضمير أو الفعل المساعد بحالة المضارع ر فالبي يصير ر بعدين هنا there be lots of jobs هنا there be lots of jobs أيضا البي لو is لو are لو am لكن الاعتماد بحالة there إذا عندي there طبعا ما يحدد مفرد وجمع يعني مو إلا جمع بعدها ممكن يكون مفرد مثلا من أقول there is a book هناك كتاب وأقدر أقول there are books هناك كتب فهنا أنا أعتمد على ما بعده بما أنه هنا lots of jobs jobs جمع بحالة البلورال إذن هذه تعتبر جمع راح أستخدم الفعل are الفعل are بمكان البي على تبار مضارع وجمع أستخدم are and three if we heat if we heat the water to one hundred مثال اللي ضربناه مساء باللغة العربية if we heat the water to one hundred degrees it's boil هنا ناسه لو أجي أشوف اللي مو الهيت فعل الفعل heat شن اللي راح أتعامل وياه بما أنه الوي جمع الوي جمع إذن هنانا راح أتعامل وياه بالمصدر المجرد يبقى مصدر مجرد نجي للمثال الثاني المثال الثاني يقول أو الجملة الثانية إت بويل إت بويل إذا سخنا المي إلى درجة حرارة مية إت بويل راح يغلي إت بويل هنا ش راح أصير بما أنه الفعل إت مفرد إذن هنا راح أصير بويلز بويلز هنا راح يكون الفعل ما أخذ اس شوف الفرق لو تلاحظ الفرق بين الجملتين بالجملة الأولى جملة الفاعلها جميع فبقى الفعل مجرد لكن بالجملة الثانية الفاعل مفرد فعلها أخذ اس فعلى هذا الأساس نجي للمثال الرابع بلانس داي النباتات تموت if you not water them إذا ما سقيتهم مي طبعا هذه حقيقة هذه حقيقة تعتبر زين دعنا نجي نشوف الحال إيش راح أصير طبعا قبل if مضارع بسيط إذن بعد if لازم يكون مضارع بسيط هس هنا نتوضحت من خلال الجملة الأولى بالمناسبة حالة zero conditional ولا مرة يجبت بالامتحانات الوزارية بلانس داي if you not water هنا أنا مضارع بسيط لكن بالنفي not أرجع للفعل جمع لو مفرد you جمع إذن بهذه الحالة راح أستخدم الفعل don't والwater هنا الفعل water طبعا هنا جاي بمعنى يسقي ينزل نفس ما هو كما هو water على اعتبار حالة نفي صارت الجملة بلانس داي if you don't water them if you don't water them yes another example another example five if you work in water technology طبعا لدي جمع لكل الموجودات بالكتاب إذا كنت تعمل في تكنولوجيا الماء أو تقنية الماء you look for ways تبحث عن طرق of conserving water and purifying it لطرق للمحافظة وتنقية الماء للمحافظة على المحافظة وتنقية الماء أو المحافظة على الماء وتنقيته فهنا أيضا بحالة zero على اعتبارها مبنية على أساس الحقيقة جملة if بالمضارع البسيط مثل ما رتبنا الأمور you فاعل جمع لو مفرد yes جمع إذن الفعل بهاي الحالة رح ينزل الفعل رح ينزل نفس ما هو مجرد if you work مثل ما هو you look أيضا الفاعل جمع بهاي الحالة اش راح أسوي الفاعل جمع رح ينزل مثل ما هو أيضا you look for ways you look for ways of conserving water and purifying it yes now six I can't get to sleep if I drink a lot of a lot of coffee a lot of coffee correct the verb طبعا هناك الكانت هذه مو يعني حالة مستقبل يعني مو مرادفة للول هناك بمعنى عدم القدرة بالزمن المضارع يعني disability in the present هاشنا ناخد الموضوع بالمنهج القديم عموما هذا مضارع يعتبر على اعتبار الكانت هي بالمضارع can I can't get to sleep لا أستطيع النوم هذه حقيقة شوكت if I drink if I drink a lot of coffee إذا شربت الكثير من القهوة زين هناك هذه حقيقة إذا شربت القهوة طبعا تعتبر القهوة من المنبهات فهنانا أكيد ما راح أقدر أنام بسهولة أو ما راح أقدر أنام بالليل أرجع للفاعل I هذا طبعا مربك الضمير أو subject I مفرد له جمع أتمنى أن تبهل هذه I هو فاعل يعتبر من بالمضارع البسيط من الضمائر اللي تعامل معاملة الجمع يعني الفعل بهذه الحالة راح يبقى مجرد نفس ما هو ف if I drink a lot of coffee seven if I lend my brother's CDs he always loose them خل أجي للجمل طبعا هذه جملة من الجمل المربكة يعني تنبني على أساس الحقيقة والاحتمالية لكن هنا سرح نأخذها بمعنى الحقيقة if I lend my brother's CDs لو أقردت أخي أقراص CD he always loose them سيفقدهم أو سيخسرهم بهاي الحالة بهاي الحالة الآي الآي يعامل هنانا معاملة تجمع مثل ما اتفقنا الفعل راح يبقى نفس ما هو مجرد if I lend my brother's CDs he always he always أيضا هنا الفاعل مفرد فبهذه الحالة always ضرب تكرار كدائم الموقع قبل الفعل الرئيسي والفعل ياخذ S على اعتبار الهي شنو؟ جمع على اعتبار الهي جمع على هذا الأساس أتمنى أن أراعي بقية الجمل يعني أحل بقية الجمل بنفس الطريقة وأرجع للمعنى قبل كل شيء جمل اللي أمامك أقول 9 10 11 12 13 خلنا نجي بعد ناخد طريقة من طرق الامتحانات الوزارية نعم 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 طريقة الاختيارات if the cases are too heavy you have to pay etc طلابي هنا عندنا طبعا الجملة الثانية دلالة you have to pay زمن مضارع بسيط إذن ش رح تأخذ هنا are or where بما أن هنا مضارع لازم جملة في بيازة من راح تكون نعم مضارع إذن اختياري راح يكون بهذه الحالة هو are lower are بالمضارع وال where بالماضي إذن أختار are if i didn't bring don't bring didn't bring don't bring مضارع some books i usually get very bored on the plane هنا أنا usually get زمن مضارع بسيط إذن تختار الاختيار اللي يناسب المضارع بما أنه جملة the main clause جملة الرئيسية جملة جواب الشرط مضارع بسيط لازم جملة if أيضا تكون مضارع بسيط في هاي الحالة didn't bring or don't bring اختار المضارع اللي هو don't don't bring yes من الطرق الامتحانات الشهرية ونصف السنة أيضا بالمراحل السابقة أخذناهن لكن ما ورد بالامتحان الوزاري مثل هيتش اسلوب للعلم كل شوارد يعني هو موجود بالمنهج لكن ممكن يعني ممكن يجيب هيتش حالة اللي هي the less طبعا the less اجت بالامتحان الوزاري بس الحالة اللي ما اجت هي هذه هسا رح ناخدها التبديل the less محل f the less تعامل معاملة f بالأزمنة يعني شن اللي يجي بعد f يجي بعد the less معنى the less مالم مالم زين unless he come early he doesn't go early هذه الجملة مضارع بسيط إذن هذه الجملة لازم ش تكون أيضا مضارع بسيط مثل ما أخذناها بf الشرطية فالhe مفرد فاعل مفرد come راح تكون شنو بحالة المفرد الفعل ياخد if unless he comes early ما لم يأتي مبكرا he doesn't go early لن يذهب مبكرا الحالة هذه أريدك تنتبه لي بيها unless مرات يطلب تبديل بس ما قلت لك ما اجت بالامتحان الوزاري حالة تبديل unless يطلب منك تبدلها بf يعني أمسح unless وخلي f الشرطية بمكانها في هذه الحالة لازم جملة if تنفيها بالdon't أو بالdoesn't ليش؟ لأن unless معناها ما لم لو أريد أقابلها بif يعني بالعربي معناها إذا لا إذا لا فلذلك الف تخلي الفاعل مالتها ومن ثم تخلي don't أو doesn't ومن ثم المصدر المجرد نجي للمثال الموضوع قدامي هنا 19 unless he keeps the food in the fridge it goes bad ما لم تحفظ هذا الطعام في التلاجة سيفسد إذا ما حفظت لهذا الطعام راح يفسد فهنا أنا ش راح أسوي أحذف الس هاي اللي راح أبدلها أحذف هاللس أش أخلي بمكانها؟ أخلي بمحلها if if he الفاعل بما أنه هي مفرد مثل ما تلاحظ قدامك تستخدم don't لو doesn't للمفرد راح أستخدم doesn't yes أستخدم doesn't keep أجردها بعد ما يستطيع تشتغل بي لأن هذه doesn't و don't تريد مصدر مجرد بعدها وكمل ما تبقى من الجملة نفس ما هي if he doesn't keep this food in the fridge comma it goes bad يجي طالب يقول أستاذ أنا أقدر أثبتها للجملة الأولى لكن أنف الجملة الثانية ماكو مشكلة يعني تقدر تقول if he keeps the food in the fridge it doesn't go bad بس لا ما يحتاج أنف الجملة اللي بعد if مباشرة زي نجي للمثال اللي بعده المثال اللي بعده أيضا عندي unless والمطلوب تبديل unless you get this job unless you get this job ما لم تحصل على هذه الوظيفة المطلوب أن أستخدم if محل unless طبعا يقل لي بين الأقواس هو write the sentence using if instead of معناها بدلا من if فبهذه الحالة ايش راح أقول unless you get this job sorry you don't get one يجي واحد يقول أستاذ شو هنا ما نفي يعني صر هنا تنفي هالجملة ماكو مشكلة أستاذ يصير هنا أشيلة للنفي يعني بمكان you don't get one أقول you get one ماكو مشكلة عادي بس خلني جي نشوف نحذف unless نخلي if خليت if زين you الفاعل أنزله اليو جمع له مفرد طبعا جمع plural أستخدم don't or doesn't لا don't راح أستخدم don't get هو مجرد this job comma you don't تكملت الجملة نفس ما هي خل أجل المعاني unless ما لم تحفظ الطعام في الثلاجة يفسد هنانا إذا لم تحفظ الطعام في الثلاجة يفسد 20 unless you get it ما لم تحصل على هذه الوظيفة you don't get one لم تحصل على واحد بالif إذا لم تحصل على هذه الوظيفة لن تحصل على واحد فعلى هذه الأساس على هذه الأساس لدينا الحالات التي نستخدمها بـ zero بشكل عام أتمنى الأفكار أو الفكرة وصلت بهذا الموضوع أتقبل كل التعليق لأي سؤال لأي نقطة ومثل ما قلت لكم بالروابط اللي موجودة تريد بالفيس بالتليجرام إن شاء الله متواصلين وياكم إلى أن ترفع هذه الغمة عن هذه الأمة بحول الله وقوته نشوفكم بدروس أو نلتقي بدروس أخرى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر